بلا توافقات حتى الآن يستكبل المشاركون في مشاورات السويد جولاتهم التفاوضية بشأن وضع حد للحرب في اليمن المشاورات التي انطلقت الخميس برعاية المبعوث الأممي مارتين جريفث تتناول ستة قضايا رئيسية تتعلق بإطلاق الأسرة ووقف القتال في مدينة الحديدة وتوحيد البنك المركزي ورفع الحصار عن مدينة تعز وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين وفتح مطار صنع أمام الرحلات الداخلية والدولية وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبدئي قبيل انطلاق المشاورات بشأن تبادل الأسرة بين أطراف الصراع في اليمن إلا أن الدخول في نقاشات تتعلق بإيجاد حل للقضايا الست المطروحة كشف عن عمق الهوى الفاصلة بين معسكري الشرعية والانقلابيين إذ برز خلاف كبير بشأن فتح مطار صنعاء حيث كشف الوفد الحكومي عن تصور يقوم على تحويله إلى مطار داخلي حتى يتسنى تفتش جميع الرحلات القادمة إليه والمنطلقة منه وهو ما رفضته ميليشيا الحوثي التي ترغب في جعل السفر عبر المطار نحو الخارج مباشرة ودون أي رقابة عدا رقابة سلطاتهم الموازية على محتوى الرحلات قضية أخرى لا تقل أهمية عن مطار صنعاء تمثلت في مطالبة الوفد اليمني الحكومي بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة وتسليم الميناء إلى وزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا وتسليم المدينة لقوات وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد وهو المطلب الذي رفضه الوفد الحوثي المفاوض معلنا أن فكرة تسليم ميناء ومدينة الحديدة للحكومة اليمنية غير واردة إطلاقا ولا يختلف الأمر مع باقي الملفات العالقة بين الفرقاء اليمنين الذين يتمسك كل طرف منهم بمواقفه التي ترفع سقف المطالب وتلقي مزيدا من العوائق في طريق الجهود الرامية إلى حل الصراع سلميا وتجنيب البلاد مزيدا من الويلات التي يكتوي بنارها الشعب اليمني الذي بات على حافة مجاعة كبرى ترجمة نانسي قنقر